تمام اندابة من الأول تي تمام الحالة الأولانية هي في ميل بيشنط عمرها ستين سنة جايب مانيفستيشن في ديس أرسريا لما عملنا لها كان نيوروجي كان سوسبكتين كان هي عندها أكيوت ستروك لما عملنا لها إمار أي برين كان فيه أبنورمال سيجنال انتنستي واخده الريت بيزل جانجليون كانت أبنورمال هاي سيجنال انتنستي في التيتول في لير واخده الكودات نيوكلس وكمان الريت كودات وكمان الانتفورم والبيتيمن واخده كمان الانتنال كابسول بالديفيوجن كانت حتى كمان كانت حتى كمان كانت حتى كمان في الـ ADC كانت برضو حتى كمان في الـ ADC يعني كانت مانيفستيشن ماشية معنا مع أنها أكيوت إسكيميك إنفركشن واخد الريت بيزل جانجليون فاتشخصت على أنها على أساس أن بتاع البيزل جانجليون الكودات والبيوتامل غالباً بيبقى الجزء الأكبر منه بيبقى من باللاتر بس في جزء بس جزء منها بس شخصناها لأنها إن هي دي الحالة الأولانية فيه برضو حالة سانية واحدة عامل للحالة التانية ترجمة نانسي قنقر الحالة التانية كانت هي كده ظهرة عند حضراتكم الحالة التانية الحالة التانية حالة 176 سنة كان جايب بأبنورماليتي في الفيجن برضو عملنا له كان فيه واخد وجزء صغير واخد الميديا الأسبكت بتاعة الرايت تيمبرال لوب لما عملنا له ما عملنا له كان فيه في الجزء بتاعة وكذلك الميديا الأسبكت بتاعة وفيك هتا حتة صغيرة في الرايت وده برضو كان باين في كان برضو هي يعني فات شخصة إنه إحنا شخصناها بإن هي واخد اللي هو بيسبلاي لهم عندنا اتنين برانشين من يعني غالبا اللاترال البستيريكرويدل وميديا البستيريكرويدل بس أكتر واحد هو اللاترال البستيريكرويدل البستيريكرويدل ده برانش من بيتو سيجمينت بتاعة البسي إي فشخصة أكيوت سكيميك انفركشن اللوها بستيريكرويدل انفركشن هنتكلم شوية كده عن موضوع الفاسكولار تريوترز الحاجات يعني رير زي الحاجات اللي احنا اللي احنا عرضين لها دلوقتي مش بنشوفها كتير يعني. الظهر عند حضراتكم مش كده? ايوة ظهر يا فنساني. اول حاجة هنراجع البصل الارتريترو احنا عارفين احنا عارفين ان اول حاجة ان من الميديا الاسبكت بتاع الفرانتل والبرايتل مع الانتير seres احنا عارفين الميفيزة تابتاعة الكورباس كاللوزة مجوزة من البيزل جانجلون ده بيبقى ص formulaحد بالاسي اي. في حين ان غير لاطر الاسبكت بتاع البرين بيبقى ص钱 بالامي سي اي. وكمان ان الاكسيبيتال لو بيبقى صص Blood بالبيس اي. فيه عندك كمان برضه ان البرينستن. المضلة قبلونجاتة والبونز بيبقى ص outlines من الفرتبرال. والبثلر بيصulas الميت برين. فيه كمان بالنسبة ليه بياخد التلات برانشات. اول حاجة بتاعه بباسابلاية غالبا بالبيكة. البيكة ده برانش من والايكة ده برانش اصلا من البيزلر. اما بالنسبة بتاعها بباسابلاية بيه اللي هو بقى اخر برانش من البيزلر قبل ما يديفايد انتو بوستيرو سريبراليا. بالنسبة بقى ليه الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو انها عندنا الكوديت بتاخد من الميتين الانتوزي تريات اللي هو اصلا برانش من اوان سجمند بتاعت الاسي اي وفيه منه برانش اسمه بعد لو وسلمك قبل ما تدفعون إلى MCA وCAA. بدأled بسبب لإيلي annoying iapp وإن عام كن, أما بالنسبة للسلماء، هم موجودها0 فيوجد من سلماء clamping branch. ده branchات بتأخذ من B1 سيجيمителя من BCA بإذن إن القدل الإشار فذهب從 الميليا والنتقي إسترائد وإن العقاب عن الإ ABS تأخذ من الأمتال الكpoints The internalitched. الانتيري الكرويدل هو اللي يسبب لعي بسلماء كن حول الح detention. والسلماء بتأخذ من B1 سيجيمhesive بأن Bott aquíتبع quick. الحاجات بتاعت الاسي ايه والامي سي ايه دي يعني غالبا بنشوفها لكن الحاجات بتاع السيربيللر مثلا يعني مثلا ده السوبيريوس سيربيللم على النحل يمين فيه انفركشن فده ده يتنوز على انه اكيوتك فاركشن واخد السوبيريوس سيربيللر ارتري ده برضو البصيرو انفيرو اسبت بتاع السيربيللم فده الديستربيوشن بتاع البيت فيها حاجة اسمه وترشيد انفركشن وترشيد انفركشن هنعرفين ان هو ان البردر زون البوردر لاين ما بين اتنين يعني مثلا ما بين الامي سي اي وال والا سي اي ما بين البي سي اي والامي سي اسمها هاي هو البردر زونز يعني بتقسم الى حقين ياما كورتيكال ياما الكورتيكال اللي هو واخد الكورتيكس والساب كورتيكال في البردر زونز ارياس او فيه اللي هي الووترشيد ارياس دي لكن لما يكون واخد اللي هي الديب ويت مطر زي مثلا اللي هي موجودة في أو في الكورونا رادياتا اللي هي اصلا ما بين البرانشات اللي هي او يعني اللي هي الانترنال الويت مطر في الكورتيكال زون ارياس دي او في الووترشيد ارياس دي بنسميها انترنال بوردر زون يعني فيه كورتيكال اللي هو في الكورتيكس والسب كورتيكال وفيه انترنال اللي هو في الديب الويت مطر الووترشيد انفركشن ده مشهور يعني غالبا بيبقى نتيجة لازم ندور على ان فيه مشكلة في الانترنال كاروتت لان غالبا الووترشيد بيبقى معا مشكلة في الانترنال كاروتت نفسه اللي هو الاساسي يعني هنعرفين ان الدياغنوز بتاع ال MRI ال diffusion بيسهل الموضوع طب لو هنكلم عن CT لو هو جايب منفستيشن باستروك وانا بعمله ما عنديش اي افيلابلتي لMRI في الوقت الحالي فانا بقدر بدأ ادور على ال ايرلست منفستيشن بتاع تلستروك طبعا هو المفروض ان هو بيبقى عشانه سيكتوكسيك اديمة بس ده يعني ما وانص ان هو خلاص بقى هايبو اتنويتنج اريا ده معناه ان هو بقى اسكيميك يعني خلاص اللي هو بيبقى سيكتوكسيك قبل ما يبقى يمكن يحصل ان هو يبقى هيبو اتنويتنجا يعملها مثلا اللي هو الوبسكيورن بتاعت اللي هو ان انت ما تقدرش تعمل فيشواليزاشن او تقدر سيباشن مبين الكودات والنتفرم اليوكلاس في حاجة اسمها برضو اللي هو ان انت تلاقي في سويلنج مع هيبو اتنويتشن في الانسولار كورتكس دي برضو من الارلي منفستيشن بتاعت ده غير كمان الارلي منفستيشن دي برضو من الائرلس مانفستيشن لاتيكت ان فيه سلو سيركوليشن او فيه لو سيركوليشن في المنطقة دي ده غير بقى الساكل ايفيسمنت كل دي ايرلي مانفستيشن في السيتي بتقول ان ممكن يكون نعيان ده دخل في ستروك بالاضافة طبعا الى ان يفيك الكلينيكال مانفستيشن في اكيوت ستروك يا في حتى انا عايزين نفرق منهم بياخدوا انهانسمنت في الستروك اللي هو في الساكل اكيوت بالذات اللي هو اول حاجة اللاكشوري بيرفيوجن انه ممكن ياخد جاير الانهانسمنت في الساكل ايوت انفرقشن وكورتيكال وسب كورتيكال ده بيحصل نتيجة ان فيه دفكت في البلات برين باريار وبيبدأ من يومين بعد الانفرقشن لغاية اسبوعين بينتهي بعد شهرين وهو بقى سيك انهانسمنت لكن اللامنر بنيكروزيس وده بيحصل نتيجة ان فيه دستروكشن في البروتين اللي موجود في الكورتيكس يعني بيبقى كورتيكال وبقى سن الانهانسمنت اللي بتبقى موجودة بتبقى سن ده غير كما اصلا هو بيبقى هايبر من الاول من غير ما يكون فيه اي ضلط ولا وده بيقعد بيبدأ من اسبوع لاسبوعين بس بيستنى لغاية سنتين فده برضه من الحاجتين اللي نفرق ما بينهم اللي هو في الساكل ايوت انفرقشن سواء كان لمنة نيكروز أو لكشي بيرفيوجن فيه بقى موضوع تاني هو مهم جدا هو الفينيس رومبوزيس امتى الفينيس رومبوزيس من الحاجات يعني مش يعني هو بيبقى جزء في انفرقشن فيه عشان ان هو فينس رومبوزيس اول حاجة للعيان بيبقى جاي بمنفستيشن زي سيجرز والهيديك بس بيبقى اصلا جزء انفرقشن في مكان مش تريوتري بتاع افطريا لزا ما احنا عارفين هو عشان يحصل فينس انفرقشن ده في الاطفال غالبا بيحصل نتيجة الديهدريشن مثلا او نتيجة ان فيه اي مثلا انفلميشن زي المستودايتس مثلا او اي سينوس رومبوزيس جنبه لكن في القاضل ده ممكن يحصل الناس اللي عندهم هيبقى في الستات بيحصل مثلا من الورال كونتراسيبتف بيلزوكت احنا فيه دستربيوشن معين يعني مثلا عندنا البيلاترال هو بيجي غالبا بيلاترال مثلا البيلاترال برساشتر ده غالبا نتيجة السبيروساشتر سرومبوزيس لما يكون مثلا الصلابوس صلامي والبيز الجانجيرون غالبا بيبقى بكون هاتي من الترابوس بتاعة الترانسيفرس صين الملفستاشنز بتاعة فينص سرومبوزيس اول حاجة ان فيه حاجة اسمها دانسوكلوت صين ان هو نتيجة ان فيه ستيزيس او في سرومبوزيس في البلاد اللي موجود في بالاضافة الى ان في بالPhone يمكن ان هي حاجة اسمها نتيجة ان هي هنا او فيه سرومبوزيس بغير كمان ان الكمن جدا ان يحسن مع الفينيس رومبوزيس ان يكون فيه اكتر من الارتريا سرومبوزيس لان الارتريا اللي بقى فيه سايتو توكسيك اديمة بس لكن الفينيس بقى فيه سايتو توكسيك وفيه فازجونيك اديمة فكمن جدا يكون فيه معه بريفرال هومورجي هنا مثلا دي حالة كان فيها بيلاترال ابنورمال سيجن انتنسي واخد البيزل جانجليون كان طبعا ممكن يعني هاي في الفلايركات ممكن تاخد اي دياغنوزيس مثلا ممكن نشك ان ده مثلا ممكن نشك ان ده ديمايوليناتينج بس نتيجة ان كان فيه لصف السيجن الفويد اللي هي موجودة في الانترنس سريبرال فين والستريت ساينوس فان اشتخصص على اساس ان هي انترنس سريبرال فين سرومبوزيس وهي فعلا هي انترنس سريبرال فين في سرومبوزيس عامل ابنورمال سيجن في البوز بيزل جانجليون والسلامة في حاجة بتدخل في الديفرانشال دياغنوزيس برضو بتاع الانفرشن وهو البريس البستيرور رفيرساب والانكفلوسي السندروم ده المفروض ان هي بتحصل مع الناس اللي عندهم هايبرتينشن اكلامسيا بريكلامسيا اللي بياخدوا سايكلوس بورون او اميونو سبروسيف درقس هي بتبقى عبارة عن يعني عبارة عن زي فازوجينيك ده ما بس تبقى رفيرساب والواخد كورتيكل وسبكورتيكل بستيرور اوكسيبيتال او بصيره بريتو اوكسيبيتال وممكن تاخد كمان الانتيروس الانتيروس سيركوليشن بس تبقى بصير فرونتال كمان المفروض ان البريس اصلا يعني هو بيحصل نتيجة ان فيه ديسروبشن في البلاد بريم داريار فحصل فيه ايديمة في المكان ده طبعا هو ببقى رفيرسابول بعد وقت يعني مثلا ده كده كان فيه مالتوبول ارياس كورتيكال سبكورتيكال واخد ده بيلاترال بريتو اوكسيبيتال وكمان بعدها باربع تيام ده كان المنظر ان هي حصل يعني لمعظم الليجنز فمن الحاجات اللي بتدخل في وبتيجي برضو بأكيوت سيمطومز زي ومع الهايبرتينشن زي الانفركشن هو البريس دلوقتي بقى هعرض الحالة رقم تلاتة واربعة ان شاء الله اه الحالة دي في ميل اه تلاتة وعشرين سنة اه كانت جاية بمانفستيشن في تريجينال نيورالجي لما عملنا لها اه اما ارأي برين اه لقينا ان في مالتوبول اه في الصيف ابنورمال هاي سينال انتنستي في تي تو والفيلير اسكترت في البصري برهيمسفير واخد اه اما سبكورتيكال ديستيبيوشن اما كمان اللي هي بريفينتريكلر بس كان في منها بريفينتريكلر على الفينتريكل فده خلنا ان شك ان هي مع الاج مع كليناك البرزنتيشن ان هي ان هي ممكن تكون ديمايليناتينج ديزيز ام اس نفوكس شوية على البرينستيم اه فلاقينا هنا في اه كانت هي جايب تريجينال نيرجي معلش هي كانت هنا فيه كان فيه هنا فوكس كده موجودة في مكان تريجينال نيوكلس وكمان احنا عشان حبينا نتأكد ان ما فيش فيه اي حاجة تانية في تريجينال نيرف عملنا فيستا فكان تريجينال نيرف بالنسبة لنا كان نورمال ما فيش فيه اي حاجة حواليه ما فيش فيه فاصل مرلوب ما فيش اي حاجة بس كان فيه واخدت تراجمنا نيوكلوس بتاعت الليوناولجية فتشخصناها طبعاً منها دي مايليناتين بتزيز بتراجمنا نيوناولجية نتيجة الافكشن برينستيم افكشن اوف تراجمنا نيوكلوس في حالة تانية برضو الحالة دي في ميل تلاتين سنة كانت جايب بريزنتيشن برايت تينيتوس لما عملنا لها برضو الامر اي برين كان فيه كان فيه برضو نفس الكلام ان فيه بقى فصاي كتيرة بريف انتريكلر وكالوز السبتال يعني كانت بري وجاكسترا كورتيكل واخدت البوست ريبرهيمسفير ويه برضو شخصناها على ان هي ام اس بس برضو كان السؤال هي هي جاب وكمان فيه افكشن برضو في البوست تيمبرال لوبس برضو فاحنا شخصنا هادي بس كان فيه السؤال برضو هو هي ريت ام بتشتكي من تينيتوس فده برضو خلانا ان احنا نفوكس شوية على البرينستيم لقينا ان فيه هنا في مكان الارجن بتاع الرايت فيستيبلي كوكلر ويكأن فيه هنا فيه ابنورمال فوكس كده او ام اس بليك هاي في التيتو وبرضو حبينا نبص على البرينستيبلي كوكلر برضو بالفيست ما كانش فيه حواليه فيستيبلي كوكلر لوب ولا كان فيه اي حاجة بس هو كان المكان اللي احنا قلنا عليه ان هو ممكن يكون فيه ام اس بليك في المكان ده هي اللي عاملتين تصوى مأثرة على البرينستيبلي كوكلر اللي هم تشخصهم على ان هو ام اس ام احنا هنتكلم ام 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 ا بيطلع منه اتنين واحد من قدام اللي هو واحد من وراه البونز بيخرج منه اربعة اتنين اتنين اللي هو والاو بعدنا عندنا اربعة خرجين من المدالة واحد خارج من الي هو كان الهايبو جلسلا اللي بيمشي في الكنال وتلاتة خرجين من اللي اللي هم تسعة وعشرة وحدشرة. فيه بس بشي الكورس آآ لي التراجونة النيرف. التراجونة النيرف ده اول حاجة بيخرج من نيوكلس بتاعت الوقت تراجونة نيوكلس في البونز. بعدين ان هو بيمشي في البريبونتاين سستيرن. بعدين بيدخل في الميكيز كيف اللي واضحة الكافرنسان بتقسم الى ثلاث برانشات بيريليف التراجونة الجنجليا. وبعدا يتقسم الى ثلاث برانشات. البرانشين الاولينين والاوفسال المكوي والمكزيلر دول اللي بيمشوا في الكافرنس ساينس. معادة بس المنديبلور هو اللي بيمزل من الفورم الأوفال الى المستيكياتر سبيز. بالنسبة بقى للمرايه كورس بتاع بتاع الانيرفات. اول حاجة بالنسبة ليه الاولفاكتوري نيرف. الاولفاكتوري نيرف ده المفروض ده الاولفاكتوري بلب. ده مثلا ده الاوبتك نيرف احنا عارفينه. بالنسبة ليه ده اللي هو الاوكيلوموتر. رقم تلاتة ده الأوكلوموتر اللي هو بقى خارج من الإنتربيتانكلار SI hoy أما اللي يخارج من البستيرو الأسبكت ده الكوادرجمار SI highlighter هو التروكلار نيرف عندنا التريجون للنيرف اللي احنا تكلمنا عنه خارج من الفنترال وما بينه اللي هو الإتنين الصغيرين دول اللي هم بالنسبة بقى لإتنين اللي خارجين من الأنتربيتانال واحد قدام اللي هو الفاشا الواحد ورا اللي هو فيستربيتكوكلار بالنسبة بقى للنيرفات اللي هي خارجة من المضالة اللي خارج من قدام بري أوليفري ساركس ده اللي هو الهايبوغلوسة اللي ده بيمشي في الهايبوغلوسة الكنال تحت الجيجلر سينوس أو الجيجلر فرومل لكن اللي بيعدوا بقى اللي خارجي من البصير أوليفري ساركس هم تسعة وعشر وحداشر وده بيعدهم بنزلهم من الجيجلر فرومل عايزة بقى نتكلم عن الحاجات اللي ممكن تعمل كارينيا النيوروباسي بما أننا عرفنا الآن هو الوقت كل نيرفي بيبقى له جزء في البرين ستم اللي هو نيوكلس اللي خارجة منها وبعدين جزء بيبقى ماشي في السستيرن وبعد كده اللي هو مثلا بيمشي ياما في الكافرناص سينوس ياما في الميكلزكاف ياما بعد كده بريفرابرانجز فاحنا هناخد كل حاجة بتتأثر بي يعني مثلا البرين ستم ليجن ممكن يبقى افكتد مثلا ب ديميلينيشن زي الميس ممكن يبقى مثلا جليومة أو ميتس أو مثلا فسكولور زي او ممكن انفكشن في المكان ده بالنسبة مثلا لتراجمنا في الميكلزكاف ممكن مثلا يبقى فيه شوانومة مينجيومة اي بيري نيورال سبريد من اي تيومار سكول بيز ليجن وهكذا نفس الكلام بالنسبة للسستيرن السيجمنت بتاعت اي كرينيال نيرف اهم حاجة فيها بنبص على غير الحاجات التانية بقى زي الشوانومة والمينجيومة والكلام اللي هو النيوبلازم العادية اللي احنا عرفينها بالاضافة للانفكشن بالنسبة بالكافيرنس سيجمنت الكافيرنس سيجمنت برضو ممكن يبقى تأثر بنفس الحاجات اللي هو التيومارز العادية اللي احنا عرفينها بالاضافة ان يكون فيه انترنال كاروتد ارتري انيوريزم او ان يكون فيه انفكشن انفلميشن يعني اللي هو اما بالنسبة بيريفرال بلانشيز برضو بتتأثر بنفس الكلام بس اهم حاجة يأم بيري نيرو سبريد وشوانومة نيرو على اعتبار انها بيريفرال نيرد بالاضافة الى انه يكون فيه سر ويننج فيلميشن عشان اقول ان فيه لازم فيه يعني اول حاجة لازم هو غالبا بالارتري تاني حاجة لازم يكون عليه ويكون عامل عليه ولازم يكون بتاعت اللي اكتر بيتأثره بالنيرو عندنا اللي هو وده اكتر حاجة بتأثر بيها وبعدها وبعدين عندنا ده برضو اللي هو الايكا ده اكتر حاجة بتأثر بيها باسكولورلوب بتاع الايكا بي حاجة تانية ممكن تأثر مثلا زي دول كوكتزيا بتاعة البزلار زي اي بين معاد زي ايفي ام غالبا بس دي حاجات ريشوية بالنسبة بقى للايكا باسكولورلوب احنا عندنا تلات نواع من باسكولورلوب بتاع الايكا على الانترنو تري كنال لو هو بريبندكلر عليها من بره وما دخلش الانترنو تري كنال فده طيب 1 لو هو دخل اقل من 50% من الانترنو تري كنال فده طيب 2 لكن لو هو دخل اقل من 50% طيب 3 فهو ده هنا معادي من بره ده طيب 1 ده دخل اقل من 50% فده طيب 2 لكن ده دخل اقل من 50% فده طيب 3 ده نيرو فاسكولورلوب متاع الايكا على الانترنو تري كنال ده برضو اللي هو التراجمنا النيرف ده صورة للليجنز اللي ممكن تعمل كريان نيروباسي وطحه بالنسبة بقى للموضوع بتاعنا اللي هو ان الامي اس كفرست بريسنتيشن يعني ده حاجة اصلا رير انه يجي الواحده بكريان نيرف غالبا بيجي كريان نيرف مع حاجة تانية مع اصدر بريسنتيشن كمان اصلا فيرست بريسنتيشن يجي هو بكريان نيروباسي دي برضو رير اكتر نيرفين بيتأثرهم في الامي اس هو كريان نيرف اثنين وخمسة ممكن برضو كمان الاكيلوموتور الحاجات اللي يعني الاميجينج في حالات الكريان نيروباسي انه يكون في اول حاجة النيرف بيبقى واخد انهانسمنت وانلرجت لكن الفوكس بتاعة البريسنتيشن نفسه طبعا في الاكيوت ستيرجي بيبقى هاي في تيتو فلير ممكن يكون ريستريكتد او لا في الكرونيك ستيرجي بيبقى فيه او ما فيش فيه انهانسمنت اللي هي البلاك والسايد وده صورة برضو زي الصورة اللي كانت عامدنا انه هو فيه هنا فيه بقيميس بلاك واخده النيوكلاس بتاعة التراجون النيرف الحالة رقم خمسة هو فيه ضيوليما كبيرة جدا فيه فيه ان احنا نفرق ما بين التيومر والانفلامات بتاعة البريين احنا بنعتمد طالعا في الاساس على الانهانسمنت على الريستريكشن على على كل ده وعلى الديستريبيوشن طبعا هنعرض بس حالة كده دي في ميل تسعة واربعين سنة عن التجاية بيعني هي في ميل تسعة واربعين سنة هي جاية بالفرست بريزنتيشن بتاعها بان هي عندها يعني ساب اكيوت افكشن للموفمينت بتاعة الرايت سايد وكمان كان عندها كمان قبلها برسيدة بأبنومالتي في الفيجن يعني لما عملنا لها الاموراي برين كان فيه الليجين الكبير ده اللي هو الليجين واخد واخد البريزة الجانجيليون وسلمس بتاعة وحواليه اديمة كبيرة وكان فيه كمان مالطوب الليجينز واخدها هاي في تيتو واخدها البوس سريبل هيمسفير لما ادينا لها كانت واخدها واخدها وكانت عاملة ماس افكت اليه بس كان حواليها اديمة الحالة دية تشخصت على انها المفومة وبارقت عليك تريتمنت يعني واخدت استرويد المهم يعني بعد ما دينا لها استرويد جاءنا نعمل اموراي تاني لان الليجين الاساسي اللي هو كان موجود اللي هو كان في الصايد اللي هو الحجمه القل اللي هو كان موجود باللجين الكبير ده قل بالحجم هنا كده ده قل بس حصل في بقى اللي هو فلييرينج وحصل فيه انكليز في الصيز بتاع كل الابنورم الفصائل اللي كانت موجودة وبقت مور برومين انتين فده خلنا نحنا نشك ان احنا نكون صدر ان دي ممكن تكونه حتى كمان الصيز بتاع اللي جن هو تقل اللي هو بتاع اللي احنا كنا شايفينه الاول وكان هنا واخد كمان مارجن انهانسمنت فالحالة دي ما كانتش تعمل في الديفيوجن فالحالة دي اتشخاصت في الاخير على انها امي اس وده كان اللي جن ده كانت يومفاكت بامي اس حتى احنا كمان لما عملنا لها فول اوب برضو كان فيه فليرينج برضو الامي اس بليكس واخد الراية اكسيبيتال لوب وده اثر على الفيجن وكمان كان فيه كل ده وكمان هنا فيه او كمان نيو ليجنز واخد هنا المضالة ويعني الحالة كانت مشى مع انها اي امي اس بس كان في بتاعها ميز دي اجنوز ده على انها اليمفوميون فده هيدخلنا في موضوع كبير وهو ازاي نفرق ما بين الانفلاماتري وما بين ما بين التيومفاكت في ام اس وما بين النيو بلازم الديفرانشيشن ما بينهم يعني لو مثلا ان احنا اعتمدنا على الحاجات الاساسية ان التيومر بياخد بيبقى حوالي ماس افكت واديمة وبقى فيه هامورج وكده الليجن ده كان ليجن كان فيه هاي سيجنال في تي تو كان واخد الليفت سالمك ريجون وكان فيه كمان انترميديا سيجنال انتنستي في تي تو كان واخد مارجنال انهانسمنت وحواليه اديمم وعمل ميلد ماس افكت هو اتشخص على انه هو جليومة بس هو لما اخده منه بايوبسي طلعت يموفاكت في ام اس نفسي كمان الليجن ده اللي هو كان فيه ابنومة سيجنال انتنستي سكوترد في البرين واخد الكورباس كاللوزم واخده كمان اللي هو الرايت سربيلر بدونكل فهما شخصوها ام اس وسيطلعت برايماري سينيس ليمفوما فديفرانشيشن ساعات بيبقى صعبة ما بينهم فيه بيبرز كتير يعني تكلمت عن زي نفرق ما بين ان ده نيوبلاسما وبين ده تيوفاكت في ام اس ومن منهم الحالتين دولي كانوا تذكروا في البيبرز دي كانوا بيقولوا ان ان احنا بنعتمد على بعض يعني الخلاصة بتاعت الكلام ان احنا بنعتمد على بعض الفيتشورز مثلا ان التيومفاكت في ام اس او الام اس ببقى سمولر ريجن ان هو ممكن يكون حاولي ميلد ماس افكت بمقارنة بالتيومر او نوماس افكت بياخد انكمبيليت ريم انهانسمنت لو فيه ريستريكت الديفوجن بيبقى انكمبيليت بريفر ريستريكشن كمان السيجنال انتنستي بتاعته تبقى ميكسر في كي تو كمان احنا لو بصينا عليه بالنسبة ليه الكورتكس في السي تي بيبقى هيبو اتنواشن ريالتف الكورتكس دي كلها الفاينيج او الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها كراديولوجيك الفيتشورز عسنا نفرق ما بين التيموفاكت في ام اس وما بين البرامري سي او لكن في بعض الحالات ممكن تحتاج ان انت مش هتقدر تفرق ما بينهم وممكن تحتاج ان انت تاخد بايوبسيان التيموفاكت في ام اس احنا قلنا ان هو بياخد انكمبيليت رينج انهانسمنت خاصة ان الجزء انكمبيليت ده بيبقى نحية الجري مطر البرفيوجي اميجينج برضه ممكن تساعد يعني مثلا سريبر بلاتفلو وفوليام ممكن يكون طبعا اليه في حالات التيموفاكت في ام اس عن الجليومة او الليمفومة الديفيوجن اه صحيح الديفيوجن بيبقى اما يكون بريفرال انكمبيليت ريستريكشن ده يعني ممكن يفرقوا من الابسس الاعمار قريص بيقولوا ان الحاجة الاساسباسيفيك للجيومفاكت بالم اس هو البيتا جليوتامي ممكن يبقى فيه زيادة في الكولين او اللاجتيت او حاجة نون اسباسيفيك ممكن كمان في الاخر يدي بريزينتيشن شبهة يومور يبقى في دي كريس في الن اصطر اسب gratis потому in acquired or increase في الكولينbs كل دي حالات مش هتutفرق الحاجة الاسباسيفيك هي البيتا جليوتاميه او جليوتاميه ده مثلاً كان كان حوالي وكان واخد وحوالي وحوالي مدرة ديما يعني وده تشخص ده بالنسبة ده الليجن ده برضو نفس المكان تقريبا كان وفي وده تشخص وما كانش حوالي الحاجة برضو اللي قالتها البيبر انه هو انا وبص على الليجن في السي تي في الاول لو هو الليجن اصلاً من الاول له عن الكورتكس فده غالباً هيبقى ميس لو هو طبعاً بخلاف اليدماء اللي حوالي نفس السجن اللي تسبعت الكورتكس ده غالباً هيبقى تيومور فده الحالة اللي هي بتاعت الاولانية دي تشخصت تيومور فاكتف ميس وده تشخصت ان هي الحالة الستة الحالة الستة دي هو ميل بيشن عنده تلاتة وعشرين سنة كان جاي بهدك وكان جاي برضو هو العيان ما عندهش غير ان هو عنده فاسكولايتس عنده فاحنا لقينا ان في 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 نفس الكلام برضو كان فيه كده يعني طبعاً طبعاً ما كانش حواليه اي ولا حاجة الانهانسمنت بتر بنبتاعه تقريباً يعني ما كانش يواخد انهانسمنت تذكر يعني وكمان ما كانش فيه حواليه اي بالنسبة للديفيوجن ما كانش في اي ريستريكت الديفيوجن هي الحالة دي احنا شخصناها لان هي ما كانش فيها ما كانش فيه وكمان الهيستري بتاعه ان هو عنده يعني احنا شخصناها انها وده هنتكلم دلوقتي عن موضوع اللي هو او هنتكلم عن احنا عارفين ان هو عبارة عن اوتوميون فاسكولايتس مالت سيستيميك بيأثر بيبقى البرزنتيشن هو بيجي اكتر حاجة في الميل في السن من 20-30 سنة بيجي اكتر بتاعه في الميديتريني البيبل اللي هما غالبا الاطراق اكتر ناس بيجي فيهم بيجي بمانيفستيشن جينتال ألصر أورال ألصر أو حتى أكتر مانيفستيشن ممكن يجي بكارديك مانيفستيشن ممكن فيرست بريزنتيشن بتاعته اكتر بريكارديتس وبيجي كمان في اللونج بحاجة مشهورة جدا وهي بيجي بالمامون الرأرتري أنيوريزم بالنسبة للمانيفستيشن بتاعته النواة يجي كCNS زي ما احنا شفنا في الحالة دي اللي بيقول نواة بتبقى تقريبا من 5 لحوالي 45% من الحالات بتيجي بيعم هاديك ديستربد كونشوس ليفل برسونالتي ديس أوردر كل الكلام ده اللي بالنسبة للسينس بتاعته هو عشان هو بيعمل فهو غالبا بيعمل يما ييجي بسنتر مثلا فسكور سرمبوزوس يعني دي حالة مثلا فينس سرمبوزوس في حالة بيستس أما بالنسبة بقى للأساس بتاعهم هو ييجي بقى هو أكتر حاجة بتاعته النواة ييجي في الصالامس والميت برين والانترن الكابسول التلاتة وارة بعد كده اللي هما ييجي بقى في 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 والسلامس والانترن الكابسول وكمان الميت برين مع بعض كده على بعض ما نبص عليهم في الكورونا الامج بيبقى بدي صورة حاجة اسمها الكاسكيد ساين كاسكيد ساين زي الووترفول ساين كده ممكن ييجي كمان في النحية التانية من يبقى بيلاتر البيزل جانجلي ممكن ييجي في البونز ممكن ييجي ساب كورتكا في الويت ماتر بس ده ريش شوية كمان ممكن يؤثر على الاسبانال كورت الاسبانال كورت اللي هو بيجي بيجي اول حاجة انه هو بيبقى long intramodular religion ده غير كمان انه هو في الاجزة الامج بيدي حاجة اسمها البيجل صين البيجل صين ده انه هو بقى في high signal intensity وفيها central hollow ولم ياخد enhancement هو يعني لو خد enhancement ممكن ياخد enhancement برضو بيديك نفس الصين دي يما complete بس بتبقى شبه اللي هي البيجل صين اللي هو عيش البيجل ده ده بالنسبة ليه بتاعته بتاعته هو بيبقى يعني في ممكن يكون معاه ممكن يكون معاه بالمرأس مسلا ممكن يكون فيه ما فيش حاجة الاسبسيفيك اللي هو بس اللي احنا قلنا عليه اللي هو انه بيجي في ممكن يجي كمان بي